تشهد مناطق شمال غربي سوريا تصعيدا عنيفا خلال الساعات الماضية من قبل قوات النظام وروسيا على معظم المدن والبلدات وسط مخايفة من استمرار حملة القصف الانتقامية على منازل المدنيين بخلف عشرة الضحايا والمصابين يوما بعد يوم يزاد المشهد تعقيدا شمال غربي سوريا حيث تعارض مناطق مختلفة لقصف مدفعي وصاروخي استهدف قرى وبلدات جسر الشغور وريفها وإدلب المدينة وقرى جبل الزاوية وأريحة وحتى سرمين فضلا عن سهل الغاب بريف حما وبدارة عزة في ريف حلب الغربي جسر الشغور التي تقع على نهر العاصي كان لها النصيب الأكبر من القصف الذي تركز على الأحياء السكنية والأسواق ما أدى إلى حركة نزوح وتخوف السكان من تجدد الحملات العسكرية من قبل قوات النظام بدعم الروسيين علما أن جسر الشغور من أكثر المناطق التي استقبلت المتضررين من الزلزال المزدواج الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في السادس من شباط الماضي مخايف أهالي جبل الزاوية لم تكن أقل حدة من أهالي جسر الشغور وأريحة فسرعان ما يعود الحديث عن طريق حلب اللاذقية الدولي إنفور إلى الواجهة لكونه يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط بين أربع محافظات الرئيسية وهي إدلب وحلب وحماوة اللاذقية القصف هو سياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على مبدأ القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير فما السيناريوهات المتوقع القادمة للشمال السوري في ظل القصف والتصعيد ترجمة نانسي قنقر